قال مفوض ولاية فلاديلفيا سيف بلستين أنه يعتقد أن فرز الأصوات سيجرى بشكل أسرع في الدورة الانتخابية لعام 2024 وأوضح بلستين أنه تم البدء في الفرز المسبق لأوراق الاقتراع عبر البريد بمجرد فتح صناديق الاقتراع مشيرا إلى أنه سيتم فرز الأصوات بشكل أسرع بكثير مما حدث في عام 2020 اشتركوا في القناة